السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا النهاردة يبقى الدرس الثالث في الوحدة الأولى من منهج الصف الخامس الابتدائي طبعا الدرس هو عبارة عن قصة أو story في البداية هنبدأ ببعض يعني تعريفات بعض التعريفات المهمة طبعا الموجودة في القصة الكلمة الأولى عندنا بصنا ننطقها مرة تانية يعني عملاق العملاق ده بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن شخص كبير وضخم مش كده برضه يعني نقدر نعرفه على انه ايه بقى يبقى لو جالي كلمة احنا طبعا مش لازم نحفظ التعريف احنا ممكن كلمة او كلمتين كده يساعدوني ان انا اعرف الكلمة بسهولة اما لقي كلمة بيج بيرسون هعرف على طول انه هو بيقصد ايه بيقصد يبقى كلمة بيج بيرسون شخص ضخم معناها الكلمة اللي بعد كده في عندنا ننطقها تاني كده يعني ينتزع يعني ينتزع يعني ياخد حاجة بسرعة كده منك ياخدها بسرعة عشان كده بيعرف لي على ان هو يبقى يعني بسرعة وكلمة يعني ايه يعني يلتقط او ياخذ يعني خد مني الحاجة دي ايه بسرعة ممكن ياخدها ويجري كده يبقى هنا اول ما لقي كلمة هعرف انها كلمة تالتة عندنا كاسل 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 او يبقى حرف تي ساايلانت خلي بالي هنا حرف تي في كلمة ده حرف ايه حرف يعني ما بيتنطقش ما بنقولش لا غلط كاسل كاسل يعني قلعة ايه القلعة دي كلنا عارفين القلعة يعني مبنى كبير جدا وضخم كان بيعيش في الملوك زمان اكاي زمان جدا قلعة بقى كبيرة عشان كده بيعرف لي على انها يعني مبنى يعني كبير يبقى نقدر نقول انه مبنى كبير يعني بنية منذ فترة طويلة جدا احنا طبعا كل اللي هيهميني في التعريف ده ايه او لما لقي يبقى دي كاسل زي ما اتفقنا بعد كده في عندنا كلمة يعني يقطع يعني يعني بقي بحاجة وبقطعها اه يبقى بيساوي ايه بيساوي طب هو التعريف لا هو بيقول لي معناها بتقطع شيء كلمة يعني شيء ما طبعا انا لو لقيت كلمة على طول هارف انها شعب اوكي يبقى كلمة بتساوي بتساوي دي معناها يقطع و يعني يقطع اما الكلمة الاخيرة في التعريفات كيج كيج يعني قفص طبعا القفص ده ممكن نحط في الحيوانات البيرز الطيور اوكي بيبقى عبارة عن ايه القفص ده بيبقى عبارة عن باكس باكس زي صندوق كده باكس اوكي بنحتفز بالحيوانات بتاعتنا والبيرز والطيور بتاعتنا يبقى انا ما هلاقي كلمة باكس يعني افص و كلمة في اخر التعريف افص للحيوانات يبقى هنختار كلمة او هنستخدم تخلي بالنا لان التعريفات دي احيانا اللي في سؤال الماتش للتوصيل وحيانا بتيجي بسؤال اللي تشوز هولهم بسرعة مرة تانية كاي الجايونت كاي هنعرفه من كلمة ايه من اما لايه كلمة هنعرفها من كلمة ينتزع قلعة هنعرفها من مبنى كبير تشاب او كات تشاب هي هي كات يبقى او لما الاقي كات يبقى دي تشاب كيج او باكس وآنيموز كلمة باكس صندوق وآنيموز احيوانات يبقى كيج الوقت يبقى هننتعرف على كل الكلمات المهمة في الستوري في القصة او في اللسن ككل في البداية اعطيني كلمة كيج 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 يعني قفص بعدها جايينت 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 عملاق شخص عملاق اسمه جايينت تاريبول 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 يعني فزيع يعني يعني حاجة سيئة جدا اولا لها تاريبول برايس 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 اللي هو الثمن او السعر اسمه برايس سبيشل سبيشل خلي بالي من النطق السليم سبيشل ماقولش سبيشيال لأ سبيشل 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 يعني مميز او خاص كاونت يعني بيعد سيف سيف يعني ينقذ العمود التاني في عندنا كاسل يعني قلعة بعدها بور 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 يعني فقير طب الكلمة اللي بعده كده ريتش 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 يعني غني عكس بور بور فقير رأيتش غني يعني قمة يعني حر شخص حر يقدر يعمل هو عاوزه ينتزع يقطع العمود الثالث فيه كلمة مهمة جدا يعني صاق صاق الفاصولية يعني بيضة ذهبية مصنوعة من الدهب يعني دقائق مصحورة الدقائق المصحورة يعني فأس فأس الفاس اسمه اكس عملات ذهبية يبيع يعني يلقي أو يرمي دي اهم الكلمات في اللي هي شخصيات القصة طبعا هي قصة طويلة ففي عندنا خمس شخصيات الشخصيات الرئيسية اللي هون قدر نقول عليه الباطل بتاع القصة يبقى وطل القصة مين جاك ده بقى يعني ولد فقير ساعد يعني هنا ساعدة ساعد مين ساعد الدقائق المصحورة يبقى ده ولد فقير وفي نهاية القصة هنلاحظ ان هو ساعد الدقائق المصحورة الشخصية التانية جاك سمادر جاك سمادر اللي هي ايه والدة جاك او ام جاك طبعا برضو نقدر نقول عليه سيدة فقيرة كانت عايزة تبيع البقرة بتاعتها عشان تصرف على البيت لانهم طبعا كانوا فقرة جدا يبقى شخصية التالتة وخلي بالي من حاجة مهمة ان كلمة لما بيجي بعدها حروف متحركة ننطقها مش زا لا زي اقولي بقى اللي هو الرجل العجوز الرجل العجوز ده ايه او ده رجل كان ماشي في السوق كده وعطى جاك وبع له ما عطاهوش كده بليش يعني وبعهوله بع لجاك اوكي فاصولية مميزة الشخصية الرابعة هتظهر في نهاية القصة او في النص التاني من القصة يعني العملاق العملاق ده عبارة عن ايه عملاق غني كان بيعيش في قلعة كبيرة شخصية الاخيرة يعني الدقاقة المصحورة يبقى ده عبارة عن دقاقة وكانت بتقدر تتكلم طبعا لنا دي قصة ما تصدق وجهنا بتتكلم ولا حي دي قصة اوكي هنتعرف بقى على الاحداث بتاعة القصة هنقسم القصة لأجزاء وكل جزء هنديله عنوان وهناخد عليه بعض الاسئلة الجزء الاول هو عبار عن ايه بقى عائلة فقيرة نقصد ايه نقصد جاك وولدته طبعا في بداية القصة بيقول ان جاك and his mother were very poor يبقى ما ترقم اقول ان جاك وولدته كانوا وير يعني كانوا very poor يعني فقراء جدا والدته قالت له ايه بقى go to the market and sell our last cow قالت له go to the market يعني روح السوق sell our last cow وبيع اخر بقرة عندنا خلاص دي اخر واحدة مشاهل فيش تاني sell our last cow said jack's mother طبعا اللي قالي الكلام ده مين jack's mother والدت جاك كملت كلامها قالت له ايه كمان please get a good price jack اه لو سمحت يا جاك من فضلك هتلينا فيها سعر كويس كادي اخر بقرة عندنا وعايزين نعيش بيها فترة طويل get a good price jack اوكا يبقى زي ما احنا شايفين كده الفقرة الاولى واضح جدا من الفقرة انها عائلة فقيرة جدا jack والدته فقرة وبتطلب منه انه يروح السوق ويبيع اخر بقرة عندهم وطلبت منه انه يجيب فيها سعر كويس جدا في سؤال هنا ممكن نسأله how did jack and his mother live how did they live كانوا عايشين ازاي اه كانوا فقرة يبقى ما اجيه بقول jack and his mother were very poor كانوا فقرة جدا طب السؤال التاني ما يقول لي what did jack's mother ask him to do ايه اللي طلبت ask يعني تطلب والد jack طلبت منه ايه اه يبقى go to the market اذهب للماركت and sell our last cow اوكا وبعلنا last cow اوكا يبقى ذات الجزئية الاولى هندخل مع بعض في part two او جزء التاني meeting an old man اه ايه meeting an old man اه ايه meeting an old man يعني مقابلة رجوز عجوز on the way to the market كلمة way يعني طريق يبقى فيه طريقه الى السوق وهو رايح السوق on the way to the market jack met an old man mat الماضي من meet meet يعني يقابل mat يعني قابلة jack abel old man رجل عجوز رجل كبير في السن right بدأ الرجل يكلم jack فقال له ايه i have these special beans قال له انا عندي انا معايا special beans okay فصولية مميزة او full مميز special beans do you want to buy them انا مش هدوم لك ببدايش طبعا هل تريد ان تشتريهم هنا buy يعني اشتري do you want to buy them طب بدأ يشجعوا ان يشتريهم they will make your rich اه دول هيجعلوك غني يبقى كلمة make كلنا عارفين ان make يعني اصنع لكن لما تيجي معاها صفة تيجي بمعنى يجعل يجعل مش يصنع مش هيصنعوك غني لأ هيجعلك غني they will make you rich said the man الوص المميزة اللي معايا دي بقى هيخلوك غني جدا في سؤال هنا ممكن نسأله who did jack meet on the way to the market نتلجم السؤال الكويس هو يعني من jack meet من قابله jack on the way to the market في طريق السوء طبعا كلنا هنقولي بقى the old man he met an old man jack met an old man قابل رجل عجوز what did the old man give jack طب عطى إيل jack عطاله oh right he gave him beans or special beans لو عايزين إجابة المساجئة بقى he gave him special beans عطاله فاصلية مميزة okay now let's look at part three في الجزء الثالث an angry mother an angry mother يعني يعني أم غاضبة عشان كده أنا اخترت الون الأحمر بقى لجزء اللي الجزءية دي angry mother okay أم غاضبة right الحصل ان اللي هي الماضي من اشترى معناها ايه اشترد يا جماعة؟ معناها انه عطاله الكاو اشترى البينز وعطاله الكاو ما خدش البينز بلاش يعني لا ده عطى الكاو وخد البينز بات ولكن his mother was very angry والدته اول ما سمعت الموضوع ده وعرفت كده كانت angry very angry غضبانة جدا وطبعا عندها حق يعني قالت له ايه بقى we need food jack not beans اللي انت جايبه ده احنا محتاجين طعام مش محتاجين فول ولا فاصلية we need food she throw them out of the window she throw them out of the window ومسكت بقى write البينز ورح ترميه من الشبك jack sorry mom said jack طبعا جاك كان متأسف جدا وحزين وحسب غلطته فبدأ يعتذر sorry mom أنا آسف i thought they would help us thought الماضي من think think يعني اعتقد thought يعني اعتقد أنا اعتقدت انهم ما هيسعدون وانه بقى اغنية i thought they would help us jack went to bed jack ذهب الى الفراش he was sad and very hungry وكان حزين وجعان جدا وما فيش اكل طبعا ما جابش اكل وما فيش فلوس السؤال اللي بنسأله هنا اشترى ايه اشترى البينز يبقى اشترى البينز طبعا عنده سؤال حد يسأله ليه الام كانت غطبونا because زي لان هم محتاجين فود مش محتاجين لو واحد قال لي اعتبرها صح برضو يبدأ بالنسبة part 3 الثالث part 4 a brave boy ولد شقيع ايه الله حصل طيب عشان نعرف ان الولد ده فعلا شقيع هنشوف في الصباح التالي ثاني يوم بقى بس كده لقى صاق فصولية طويل جدا طلع لفوق خالص كان طلع للسحب فوق جدا يعني صحب فعلي يعني يتسلق يبقى تسلق صاق الفصولية في اعلى صاق الفصولية شاف ايه شاف قلعة كبيرة كده ضخمة قلعة اه شفنا بقى شجيع ولا مش شجيع شجيع مش بس كده لأ عايز يشوف حد محتاج مساعدة عشان يساعده ولا لأ يبقى دولد شجيع جدا طبعا زهب الى داخل القلعة اذا كان اي حد محتاج مساعدة ام لا السؤال اللي بنسأله بقى ايه اللي شافوا طبعا الاجابة قدامنا شاف صاق فصولية كبير جدا في غوردن طب ايه اللي حصل بعد ما دخل بقى القلعة اوكي جزء الخامس جزء كبير شوي بيقول لي ايبا العملاق و الدقاقة المصحورة فجأة عملاق ضخمة جدا اوه يبقى العملاق ده كان ايه كان غني ماسك بقى ايه كياس كده من من العملات الذهبية واحد يعدي فيها يعدي فيها غني جدا وفي فرخة كده يعني مرمية على الارض كده فلور اللي هي الارضة او ارضية الحجرة بس كده الهان او الدجاجة كانت في قفص كانت محتوظة فين؟ في كيج في كيج يعني في قفص و جنب الهان في بيض من الذهب مصنوع من الذهب كلمة لوك يعني ينظر لكن هنا لما جيب لوك و جيب بعدها صفة يبقى عناها يبدو و ليس ينظر لان جيب بعدها صفة فالدجاجة كانت تبدو حذينة جدا و كانت دقيقة مسحورة او سحرية و بتقدر تتكلم عاديا زينة كده فبدا تتصرخ بقى أول ما شافت بقى جاك ساعدني لو سمحت صارخت الهان صارخت الهان انقذني انقذني من العملك الفضيع ده كده مغلبني ايه؟ ايه؟ جاك كان شو كعزة ما اتفقنا؟ الله هيبا I'll help you I'll help you سوري يعني كلمة help you يعني الحروف مش واضحة شو هي بس ده طبعا كلمة help you I'll help you يعني انا هساعدك I'll help you سيد جاك يبقى هنا جاك قابل العملك والدقاقة المصحورة part 6 saving the magic hand انقاذ الدقاقة المصحورة okay what happened؟ بيقولي هنا as soon as تعبير ده معناه ايه؟ معناه بمقرد أن جاك reached his garden بمقرد ما جاك نزل من ساق الفاصولية ووصل للحديقة he grabbed his axe انتزع يعني انتزع يعني خده بصرعة كده اخد الفاس بتاعه axe يعني الفاس he chopped down the beanstalk وقطع ساق الفاصولية بصرحة جدا the giant fell on the ground العملك وقع بقى من ساق الفاصولية and ran away ran away معناه جري بعيد يعني هرب يعني يبقى كلمة ran away الماضي من run away run away يعني يهرب run away يعني هرب the hand was happy الدجاجة كانت سعيدة okay سايل شايفينها في الصورة دي بارد سعيدة شوي it was free at last اخيرا بقى بقت حرة من the terrible giant من العملك الفضيع السؤال اللي بنسأله هنا what did jack do when he reached his garden لما وصل ال garden عمل ايه بصوا في القطعة كده right he grabbed his eggs he chopped down the beanstalk مسك الفاس وقطع ساق الفاصولية why was the hand happy ليه الهن كانت سعيدة هل هي بقى قدامنا برضو because it was free at last لأنها بقت حرة أخيرا بقت حرة it was free at last okay the last part جزء الأخير بقى living happily العيش بسعادة thank you for helping me jack يا ترى مين اللي بيقول كده اكيد الماجيك هند مش هنا اللي بقول كده يعني اوكيد الماجيك هند بتتكلم thank you for helping me jack شكرا ان انت ساعدتين يا جاك you are a kind boy اه يبقى jack مش بس brave مش بس شجيع لا ده kind عطوف ويساعد الضعفة والفقارات you are a kind boy can i please stay with you and your mother ممكن اقعد معيك ومع والدتك okay وهي اللي بتترجوه بقى ممكن اقعد معيك لأن خلاص حبيته حبيت ايه حبيت jack jack and his mother weren't poor anymore jack والدته لم يعدوا فقراء خلاص مبقوش فقرتيني ليه بقى السبب they sold the golden eggs can we buy the golden eggs البيض to buy food ويشتروا منه الطعم بتاعهم لأكله الشرب jack and his mother lived happily ever after وعشوا بسعادة جدا بعد ذلك this is the end of the story طبعا دي نهاية طان هي قصة شيقة ومسلية يهمني فيها واردت نقرها كتير جدا ليه لان كل ما هتقرها كتير كل ما هتتقرأ اسرع وتتعلم القراءة مرة يعني هتبقى بطيق شوية المرة البعدها هتبقى أسرع المرة البعد كده أسرع فأسرع لغاية ما تلاقي نفسك سرع جدا في القراءة now time for pronunciation النطق بقى النطق بيركزلي على أصوات الحروف المتحركة أو نعم أول حرفة لدينا حرف 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 لنطقين ممكن أنطق ممكن أنطق زي ما هو زي كلمة كندي كندي حلوة مانجو 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 أما أحيانا بننطق زي كلمة جريب جريب عنب كيك كيك اللي هي الكيكة أو الكيك لتر إي لنطقين ممكن أنطق أه ممكن أنطق إي زي ما هو نفس إي الحرف إي ممكن أنطقوا أه زي كلمة أج أج بيضة براد براد خبز ممكن يتنطق إي يعني بمدودة كده بنمدها وبنطويلها زي كلمة بين بين فول ميت ميت لحم طب الحرف التالي حرف الاي حرف الاي برضو لنطقين بنسميه short vowel and long vowel ممكن يتنطق رأي إي زي كلمة milk or fish fish ممكن يتنطق i زي ما هو برضو i اسمعوا الكلمة اللي جاية دي lime 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 اللي هو الليمون الحامد rice 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 يعني أرز بعد كده باهير اللي طب بالنسبة للصوت a ده بيجي منين صوت الاي ده بيجي من حرف الاي مع حرف الاي مع بعض لما يبقى عندي حرف الاي بعدي حرف ساكن بعد كده حرف الاي في آخر الكلمة هنا لازم يتنطق اي اسمعوا كده كيك سنيك بيك اوكي بقى تنطق اي حرف الاي مع الاي لما يجوا بعضيهم في بعض الكلمات بيتنطق اي برضو اسمعوا كده ريين تمتر او مطر بين ألم بين ألم تيل زيلة تيل زيلة حرف الاي واي الاي مع الواي برضو بيتنطق اي اسمعوا برضو كده جري رماضي ساي يقول ستي يبقى او يمكس او يقيم كاي now time for math طب بالنسبة للماث بقى الماث هنا جاب لي حاجة اسمها L fractions with decimal fractions اوكي اللي هي الكسور والكسور العشرية بالنسبة لل fractions الكسور خدناها اكتر من مرة وقلنا ان fraction is a part of a whole الكسر ده جزء من الواحد الصحيح كاي والكسر دايما بيبقى ليه حاجتين بسط ومقام البسط ده اللي من فوق والمقام اللي هو من تحت كاي البسط بنسمي بالانجلش numerator numerator أما المقام denominator 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 يعني مقام يبقى ده بالنسبة ليه الكسور العادية طب في حاجة تانية كمان اسمها كسر عشري الكسر العشري ده بنعمله ازاي يا جمع كل انا بعمله بأسم البسط على المقام يعني هافترض ان انا في عندي يعني تلت مش كده برضو تلت اه ده كسر عايزة حواله الكسر ع عشري اعمل ايه اروح كاتب كده يعني واحد مقسومة على التلاتة اه ايه هتساوي ايه بقى zero point three hundred thirty three يعني تلتمية تلاتة و تلاتين من الف اوكي ما اوكي بقى twenty five two five لما بفين دينا خمسين اتنين على خمسة بيتساوي zero point forty one five طب لو خمس واحد يبقى zero right point twenty ايه طبعا دي مجيش في الامتحان righter وطبعا دي درس خاص بالماث بالرياضيات اوكي ازاي ان انا احول من كسر عادي لكسر عشري كسور عشرية this is the end of the video i hope you enjoyed the video thank you for watching don't forget to subscribe the channel يا معا ما ننساش نشترك في القناة كاي ده هي ما نقول لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليه وفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننشرها في القناة كاي كل فيديوهات التعليمية دي وياريت طبعا لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك كاي and thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته